لقد تعرفتم سابقاً على التهاب المعدة والأمعاء الذي يعرف عادةً بفيروس المعدة وقد عرفتم أيضاً أن من أعراضه الإسهال والتقيؤ والغثيان والجفاف الناتجة عن الإصابة ببعض أنواع البكتيريا والإصابة ببعض أنواع الفيروسات إذ يوجد العديد من الفيروسات التي يمكنها التسبب بالتهاب المعدة والأمعاء منها الفيروس الغدي وفيروس سابا وفيروس روتا وفيروس نورو وفيروس أسترو وغيرها ويمكن معرفة نوع المسبب إن كان بكتيرياً أو فيروسياً من خلال بعض الإشارات أولاً إن كانت عدوة فيروسية سيكون الإسهال مائياً ومائلاً للليونة أكثر أما إن كانت بكتيريا سيكون الإسهال دموياً أي يحوي بعض الدم ثانياً التهاب المعدة والأمعاء البكتيري غالباً ما يسبب حمى هذا هو النمط العام لكن بالطبع هناك بعض الاستثناءات كأن تسبب العدوة البكتيرية إسهالاً مائياً على سبيل المثال أما بالنسبة لطريقة انتقال العدوة الفيروسية فتتم بالانتقال الشرج الفموي لأن براز المصاب يكون ملوثاً بالفيروس على سبيل المثال استخدم شخص مصاب بالتهاب المعدة والأمعاء الفيروسي المرحاض لكنه لم يخسل يديه جيداً بالتالي يمكن أن تكون يداه ملوثة بالفيروس لتنقله إلى الأشياء التي يلمسها مثل الطعام والماء ومن ثم ينتقل إلى يدي شخص سليم عندما يلمس هذه الأشياء الملوثة ومن اليدين يمكنه الانتقال إلى الفم وهكذا يصاب الشخص السليم بالعدوة ألقوا نظرة على الجهاز الهضمي وما يفعله الفيروس فور دخوله من الفم إن القناة الهضمية مبطنة من الداخل بجدار معوي من بدايتها حتى نهايتها هذا هو الجدار المعوي في صورة أقرب وهو مكون من عدة طبقات مختلفة هذه الطبقة الخضراء هي الخلايا الظهارية أو خلايا النسيج الطلائي وهي الخلايا المسؤولة عن هضم وامتصاص المواد الغذائية والماء لو نظرتم إلى إحدى هذه الخلايا بشكل أقرب ستجدونها بهذا الشكل وكما سبق من وظائفها الهضم والامتصاص ولمعرفة ما يفعله الفيروس عند دخوله لا بد من معرفة تركيب هذا الفيروس يكون الفيروس في هيكل كابسيدي وهي القشرة البروتينية للفيروس في هذا الهيكل يوجد أحماض نووية قد تكون DNA أو RNA وعندما يدخل الفيروس يرغب بالتضاعف والتكاثر لكنه يفتقر إلى الإنزيمات الضرورية لذلك بينما الخلايا الطلائية تحتوي كامل الألية اللازمة لهذا التضاعف مثل الإنزيمات التي يمكن للفيروس استخدامها لصنع المزيد من البروتينات والأحماض النووية الفيروسية لذا يهاجم الفيروس الخلية الطلائية كأنه يأسرها ويستخدم إنزيماتها المسؤولة عن تركيب الحمض النووي DNA والبروتينات لصنع بروتينات فيروسية فينتج الكثير من البروتينات الفيروسية والكثير من الأحماض النووية الفيروسية التي تجتمع معاً لتشكيل الفيروسات جديدة يمكنها ترك الخلية لمهاجمة المزيد من الخلايا الطلائية الأخرى وكأن الخلية تحولت إلى مصنع للفيروسات إلى جانب ذلك يعمل الفيروس على تثبيت العديد من وظائف الخلايا الطلائية وربما يطلق بعض الصموم التي تضرها وبالتالي تتوقف الخلية عن امتصاص الماء مثلاً كما يثبت بعض البروتينات في البطانة المعوية والمسؤولة عن هضم الطعام باختصار يمنع الفيروس الخلية الطلائية من القيام بوظائفها الضرورية ويحولها إلى آلة لصنع الفيروسات في حال إصابة الشخص بالتهاب المعدة والأمعاء الفيروسي فإنه يتوجه إلى الطبيب وحينها يطلب الطبيب فحص عينة من براز المريض لتحليله والتأكد من أن مسبب المرض هو فيروس فعلاً لأن البراز كما تعرفون ملوث بمسبب المرض كما يمكن أن يطلب الطبيب إجراء فحص الدم لمعرفة إن كان المريض مصاباً بالجفاف إذ تشير مستويات السوديوم والكرياتينين المرتفعة في الدم إلى الإصابة بالجفاف إذا تأكد الطبيب من إصابة المريض بالتهاب المعدة والأمعاء الفيروسي فلا بد من معرفة أن الأعراض ستدوم من بضعة أيام إلى أسبوع أي لن يكون هناك الكثير من الأدوية إذ أن المضادات الحيوية لا تجدي في هذه الحالة لأنها تستهدف البكتيريا وليس الفيروسات لكن في المقابل يجب معالجة الأعراض المترتبة على الإصابة ومن أفضل الإجراءات هي الإكثار من شرب السوائل مثل الماء والسوائل التي تحتوي على الكثير من الأملاح والسكر لتجاوز الجفاف هذه هي أهم الطرق لتشخيص وعلاج التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي لكن الأهم هو تجنب الإصابة بهذا المرض من خلال الاهتمام الكبير بالنظافة الشخصية مثل غسل اليدين جيداً وطهي الطعام جيداً وشرب الماء النظيف غير الملوث وغيرها من الإجراءات الوقائية من جانب آخر يمكن الوقاية من الإصابة بهذا الفيروس من خلال الحصول على اللقاح إذ عند تقديم اللقاح لشخص ما يتم حقنه بنسخة ضعيفة من الفيروس أو ما يسمى بفيروس موهن وهذا اللقاح لن يسبب الضرر والأعراض الناتجة عند الإصابة بالمرض لكنه سيحضر ويهيئ جهاز المناعة ليتعرف على الفيروس عندما يدخل الجسم لاحقاً ويواجهه قبل التسبب بأي أضرار أو أعراض مما سبق ذكرها من الجدير بالذكر أن هناك لقاح فيروس روتا متوفر في عدة دول وفي حال توفره في مكان معين لن يسبب هذا الفيروس مشكلة بل يتم إنقاذ الآلاف إلى هنا ينتهي درسنا